بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرط الأهداء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي ثم أما بعد فلا زال الحديث مرسولا بشرح رسالة القواعد لسيدي أحمد بن إدريس رب الله تعالى المسمى بالإلهام النافع لشيحنا الإمام الجعفري ومازلنا في القاعدة الأولى قاعدة ميزان الأعمال وقد وقفنا عند قول الشيخ وكذلك تلاوة القرآن يعني من المواقف التي يستشعرها المسلمين في الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ذكر الوقوف بين يديه يوم القيام وذكر من المواقف في الدنيا الصلاة ثم قال ومن المواقف كذلك تلاوة القرآن قال وكذلك تلاوة القرآن تعتبر كحساب من الله تعالى للإنسان حساب فمن صلى كان كمن وافى الموقف يوم القيامة ومن سمع القرآن كان كمن وافى الحساب لأن القرآن رسائل من الله كما قال سيد الحسن البصرير ربعان إن من كان قبلكم يعني الصحابة ربعان رأوا القرآن رسائل إليهم من ربهم فكانوا يتدبرونها آناء الليل وأطراف النهار ومعنى يتدبرونها يعني يحاسبون أنفسهم بها لأن القرآن يشتمل على الأمر والنهر ويشتمل على القصص التي تدعو إلى العذة والاعتبار سيدنا شعيب قال لقوم ويا قوم لا يجرمنكم شقاك أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم هود منكم ببعيد يعني حتى الأميان كانوا يعزون أقوامهم بمن سرق إذن فالقرآن يعني يعد من المواقف التي تحاسب العبد لأن ما من آية ناهية أو زاجرة أو آمرها إلا وتحاجك يومك كما أرد والقرآن حجة لك أو عليك كما في صحيح والقرآن حجة لك أو عليك يعني فيه حساب فإذا عملت به كان حجة لك وإن لم تعمل كان حجة عليك فمن سمع القرآن كان كمن واف الحساب والقرآن قال لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا والقرآن ولذلك قال بعض الصحاب وضلوا عنهم من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا عليه الصلاة والسلام من بلغه القرآن في تفسير هذه الآلة لينذر من كان حيا ويحتض أو القرآن من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا عليه الصلاة والسلام الشيخ يقول فكم لك من موقف وأنت لا تفك موقف الصلاة موقف القرآن وسماع القرآن وكم لك من محاسبة وأنت لا تتدبر محاسبة القرآن يعني الإنسان يقرأ القرآن ويسأل نفسه هل أنا عامل لهذه الآية أو لا المفترض فهنا مثلاً لواحد يقرأ أو قرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قامتين ثم تراه بعد ذلك من ضمن إهمال المحاسبة أنه لا يحافظ على الصلوات في وقتها وإنما يفرد فيها ويضب يؤخر الصلاة حتى يدخل عليه وقت الصلاة الأخرى هذا تفريد والقرآن قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون فجعلوا ده من ضمن إضاعة الصلاة لأنه في حديث الموقع أن نبعوا السنقل ليس في النوم تفريد ليس في النوم تفريد إنما التفريد أن يهمل العبد أو أن يترك العبد الصلاة حتى يدخل عليه وقت الصلاة المصر هذا كلام من نبعه صف الوضع هوهي من مالك الوضع هذا هو التفريد ويعني مستيقص ولكنه مشغول بدنيا بأي أمر فيظل هكذا دخل عليه وقت الصلاة الأخرى هذا هو التفريد أضاع الصلاة قال الله تعالى أمر بالمحافظة على الصلاة عند الخوف من العدو أو عند الالتحان مع العدو صلاة الخوف وصلاة الالتحان سبحان الله فمبركة بالصحيح السالم الآمن الجالس في سبه وعنده قوته أعوان يوم ومع ذلك يعني يهمل الصلاة حتى يدخل عليه وقته الصلاة الأخرى سبحانه والقرآن يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا القرآن وهو يقاتل ويضرب وطبعا لا يشترط الاتجاه للقبلة في هذا فهنا هنا يعني يبين لك خطورة خطورة تأخير الصلاة وخطورة جمع الصلاتين من غير لخصة رخصها الله ومن غير عزر من الأعذار يعني فيش أعذار في الصلاة إلا يعني الأعذار الشرعية المعروفة الحيض والنفاس وإذا الكافر مثلا إذا أسلم الغفلة والنوم والنسيان والبلوغ بالنسبة للصبي هذه أعذار ذكرها العلماء لكن بعد ذلك ليس هناك أعذار ولذلك العارفون يقولون السيد أبو الحسن الشيطة إذا لم تجد الفقيرة يعني الصفي إذا لم تجد الفقيرة يحافظ على الصلوات الخمس في وقتها فلا تعبأ به لا تعده من الفقراء ولا من الصفي فكم لك من موقف وأنت لا تفكر وكم لك من محاسدة وأنت لا تتدبر ونومك ونومك ويقضتك بعث فكم لك من موت وأنت لاهن وكم لك من بعث وأنت ساهن شيء بربو يذكرك بأمر آخر يعني بالنسبة للبعث ونقوب بينهن إذا الله ونومك موته أي بمنزلة النوم ويقالوا للنوم الموت الأصغر لإيه لعم الله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمض في منامها هذه وفاء وهذه وفاء فينسق الذي قضى عليها الموت يعني نام ما يجومش تاني خلاص النوم بموته فينسق الذي قضى عليها الموت ما يردهاش لصاحبتين وينسل الأخرى إلى أجل الموسى إذن فهذا يعني النوم موت وليقضت وبعث كل يوم الإنسان يموت ويبعث علشان الإنسان إيه يتعلم ويتذكر ولذلك يعني إنا وصلا علمنا أننا نقول بسمك ربي وضعك جنبي وبك أرفع إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصحيح والنبع كان إذا وضع جنبه على الأرض آخر الكلام يقوله ربكي عذابك يوم تبعث عبادك ربكي عذابك يوم تبعث عبادك لربما لا يستيقص مرة مخت ولا أقول أن الإنسان يعني يستشعر هذا المعنى ويتمنى من الله أنه إن قبضه أن يتوفاه على الإيمان والإسلام إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحي هو على أي حال مرحوم ونومك موت ويقضتك بعص هذه تذكرة كتذكرة الصلاة وقراءة القرآن وكذلك النوم لأن النوم من آيات الله الدال على قدرته سبحانه كما قال ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتراهكم من فضله يعني دي من ضمن الآيات الدالة على القدرة يعني برضو أي يعني الآيات المسوقة لمنكر البعث لمنكر البعث يعني لأنه لا فرق بين النوم والموت سوى أن هذا لا قيام بعده الموت الحقيقي لا قيام بعده في الدنيا حق القول الحق القول من الله أنه ليه لا يوجعون أدام قبل وهذا له ساعات معينة ينامها ثم يبعصه الله تبارك يرد إليه ولذلك العز عبد السلام كما ذكر الشيخ البيدون قال إن للإنسان روحين روح اليقظة وروح المنام ف روح المنام هي التي تقبض للنوم حينما ينام الإنسان وروح اليقظة هي التي تقبض عند الموت وانفرد العز بالنعم يعني بهذا الرأي واستند إلى الآية آية الزمن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيلسك الذي قضى عليها الموت ليروح يقض ويرسل الأخرى ليروح المنام إلى أجل موسى استدل بهذه الآية العز بن عبد السلام نظر أن الإنسان يروح حين لكن لم يقض بهذا الرأي غير رؤمن أهل الآية لكن على أي حال النوم والرقضة فيهما معنى عظيم يعني يستشعره الهسان دائما فإذا فإذا استشعرهم أيضا أصبح خائفا من الله وخاشعا من الله تبار وتعالى لأنه سمعنا كثيرا أن مثلا فلان أوقز في الصباح فوجدوه ميتا سبحانه وهذا أمر واقع كثير فالإنسان برضو يتخيل هذا ولذلك النبي صلى الله عليه سلم كما في سنن النوم قال من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا ورحيا لما تبه ليه حين يضع جعبه على الفراش غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد الوحي هذه مهمة جدا إذا ميت ميت مغفورا لك لا تنساش علشان يبقى أهل حاجة تستغفر الله تبارك وتعالى وتقرأ قل يا أيها الكافرون وقله الله حدوى المعوزتين لأن قل يا أيها الكافرون تنفي عنك الشرك كما علم صلى الله عليه وسلم الصحابية الجرية قال له إذا عويت إلى الفراش فقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ قل الله بمعوزتين ويمسح بهما على جسدهم حين يأوي إلى فراش حديث البخار ويقول هذه الكلمات التي نحن ذكرناها كل دين من وسائل يعني التأمين التأمين تأمين الإيمان في القن حتى إذا مات المسلم مات على الفطرة فطرة الإسلام وأحسن الله له الخدام ثم قال الشيخ مدلعا السيدة أحمد الدليس فإن رأى الجواب صوابا وسدادا يرقضيه الحق سبحانه وتعالى ويقبله منه فليدخل في ذلك الأمر فعاقبته محمودة دنيا وأخرى قال الشيخ رضي الله فبادل بالدخول في كل أمر من قول أو فعل رأيت جوابه مقبولا وفعله مرضيا فإنك ستلقى أمرين عظيمين في الدنيا حياة طيبة وفي الآخرة أجر عظيم هذان هما الأمر ويصبق عليك قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا عنهم هذان هما الفائدتان فائدة دنيوية وفائدة أخروية يعني إذا فعل المسلم الفعل الحسن وقال القول الحسن وإذا يحياة الدنيا حياة طيبة هي الحياة السعيدة السعيدة وفي الآخرة طبعا الأجه العظيم من جاء بالحسن فله عشر أمس لأقل شيء ثم بعد ذلك على حسن مراتب الإخلاص والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى الشيخ رضا الله عنه أعزب أن الإنسان في قعدة الميزان ميزان الأعمال دائما يزن الأمر القول أو الفعل إذا كان يوافق عليه الشر فعلا وإلا ترجع حتى يفوز بهاتين الفائدة العدين الشيخ رضا الله عنه يقول له أعظم شيء في الحياة الطيبة منظر العد إلى كلام العارفين صحبة الحق تبارك وتعالى ومشاهده والأنص به والتلسس بذكره ومناجاته ودعاءه وبذلك يكون في جنة المشاهدة التي شرفها الطوام كما قال سيد عمر بن فارد روان توضعت ذلا وانخفاضا لعزها فشرف قدري في هواه طبعا 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 وده أعظم شيء في الحياة الطيبة التي هي الحياة الدنيا صحبة الحق تبارك وتعالى الشيخ طبعا يتكلم عن يعني أرباب النهايات أصحاب النهايات الذين وصلوا إلى نهاية الطريق أنهم أهل الإحسان وأهل المشاهدة بالقلب للتوجه فيها إلى الجمال العالم كما قال سيد عمر بن فارد روان جمالكم نصب عين إليه وجهت كل وسركم في ضمير والقلب طور التجن كلام كلام العارفين نسأل الله أن يحققنا به إنه أعلى كل شيء كثير التوجه فيها إلى الجمال العين قال عليها العارف إذا ما رأيت الله في كل فاعلا رأيت جميع العالمين من الأحد فهنا طبعا يعني الذي يستشعر الجمال الإلهي يرى كل شيء في قدود جميل لأنه منه سبحانه الله خالق فل شيء سبحانه وتعالى جمالكم نصب عين ولذلك لما مر سيدنا عيسى عليه السلام كما ذكر السيد أحمد في روح السن قال مر سيدنا عيسى عليه السلام على جيفة قذر فجاءوا لي ما أشد الذين يسيرون معي ما أشد نتن هذه جيفة فقال ما أشد بياض أسنان ما أشد بياض أسنان قالوا كيف تقول ذلك يا روح الله وهي جيفة قال عودت لساني ألا يقول إلا خير يعني انظر يعني نظر إلى شيء جميل وهو بياض بياض الأسنان ولم يكن ما أشد نت هذه الجيفة لأنه يرى كل شيء بعين الجماعة لا بعين القفح جمالكم مستعين إليه وجهت كل وسركم في ضمين والقلب طور التجلي وبذلك قال تشرب من صافي شراب بحري عشق سلطان العاشقين من رحيق مخطو ختامه مزق يقصد كلام السيد أحمد في الأحزاب وتجل لي يا إله بسر توحيط الزاد المتقصن في آية الأنانية الموسوية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقل الصلاة لذكر قال حتى يكون ذلك السر الروح المثادي من جميع وجود بطلت في الأحزاب السيد أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عمد المترجم لمعنى كلام سيدي عمر ابن الفارد رضي الله عمد فقال ابن فارد عند ذلك وصرت موسى زماني مصارة بعضية كل وصرت موسى زماني مصارة بعضية كل ويتكلم عن المشاهدة طبعا بس المشاهدة القلبية المشاهدة القلبية فالعالفون طبعا يشاهدون الله تعالى بقلوبهم لا بأعينهم قال وينادين مناد التحقيق من حرمة القدس الأعلى بلسان التصديق فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كل على شهد استشعار المكالبة الإلهية بتلاوة القرآن الكريم بدلا طبعا من مكالبة المكالبة المباشرة من الله سيدنا موسى عليه السلام فالذي يقرر القرآن يناجي المولى تبارك وتعالى والمولى سبحانه يناجي وإن لم يشعر بذلك ثم قال الشيخ وأن توارس السيدة المضمع على قدمه تهدى بهديه إلى صراط المستقيم مرآة الزات المحمدية لكل ذي بصيرة بصيرية آخدا عنه بواسطة السلسلة المباركة المتصلة بذي المقال المحمود صلى الله عليه وسلم وبلا واصلة من طريق الجمع الحقيقي بالذي ليس نعلم لباب الإغلاق على بصير سويا مع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والجسد أو بين الروح والنفس جم ظاهرا فيما يمكن إظهار وباطلا فيما يجب إخفاء يعني يقصد أن الإنسان السالك لطريقة السيد أحمد الدريس للوار يكون صاحب بصيرة اطبعت فيها سورة بسول الله صلى الله عليه وسلم سورة عن طريق الجمح بالواسطة عن طريق الشيخ أو مباشرة لأن الإنسان في الصلاة العظيم يطلب الجمح بينه وبين رسول الله سورة مباشرة مباشرة فلابد أن يجب معه الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أولا ثم في اليقظة ثانية والإنسان طبعا لا يشكر في كلام الشيخ بالطوام لأنه قال أهل الطريق تفهموا هذا كلام قد حصل من شك فيه فإنه من بالجهلا قد قفل من بعد جنوة أحادت النحو الذي قبل الحمالة وابتهت صلى الله الله وسلم وما ظهرت حلوم وحكم ومعالف وعوالف وخوارف وذقائف ومدارف وعجائف وعراف يقول وقلزنا في البعض الكتنان يقصدا في عالم مشاهرة ومن آمن في عالم الغير يعني أي شيء يظهر على المنين من سر الاجتماع ورسول الله صلى الله وسلم قال فهذه ببرقة رسول الله صلى الله وقال وأنزم في البعض الكتنان يعني فيه أشياء يصر عبره بأن يقنان وأشياء لا بد أن يكتبها لذلك قال لذلك فاكتب أخانا السر عن سواء الأولى المنين وصاحب السر يا صاحب السر حفظ السر مطلوب اظهر بسر كيوم الحشم يا فاهم يعني فيه أشياء يبذل فيها ملك المن وأشياء يصرح لهم بالتباع كما قرر وأهل الحب قد باعوا وسامعهم رسول الله صلى الله وسلم لكن العائفون دائما يعني لا يتحدثون في الشيء المباح إلا بلا تحتمله عقول الناس أما ما لا تحتمله العقول ونمسك عناب القلب عن ذلك كل اللي عارفين على هذا المنهج لا يخالفون ويسمى بالعلم المطنون به على غير أحد العلم المطنون به على غير أحد الحباب أبوحام لو لسانك كان المطنون به على غير أحد لسانك كان لكن دا كل اللي عصحاب النهاية دو الله واجعب يا رب روح اللذات بدل روح حياتي روح رسول الله صلى الله واجعب يا رب روح اللذات من جميع الجود بدل روح حتى أحيا به حياته صلى الله عليه سلام ممت منه ممت لأحباب يعني يمد من أفري الواصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمد غيره لكن بإذن إذن لولا الواصل لما حصل هذه المعرفة يعني لولا الاتصال برسول الله ما ما جاءت هذه المعرفة قلت بي عرفت وبي عرجت برسول الله السلام عرفت وبي عرجت أنت العارجين وبي عرفة الأحباب الذين حبوهم منهم منهم وإليهم والقائمين بالصلاة والسلام بين يديهم صلى الله عليه وسلم حتى غاروا به عن أنفسهم غاروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرون في أنفسهم إلا روحا النبي صلى الله عليه وسلم كل ده معنا ويبع بين وبينا كما يجب عرض بين روحهم قال حتى غاروا به عن أنفسهم بنفايس دولار عالي نظراتهم صلى الله عليه وسلم في ميادين مجامع حضراتهم صلى الله عليه وسلم فنقل عنهم ما عز نقله وظهر فضل وكلهم من رسول الله ملتبسا غرفا من البحر أو رشفا من الدين فالأولياء جميعا مستمدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل الأنواع وكل الأسراط وكل الحلوم وكل المعارف وكل اللواهب إنما جاءت إليهم بسبب سنتهم القوية بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنه يستبدون وبه يبدون غيرهم لأنهم مواصلون فباركا المختار شيخك يا فتن به المصر وغير المختار في حضرة القوية وبالسيد المختار ترقى إلى العنام ويميكا للرب الوجودي بلا حاجة وكلهم من رسول الله وكلهم من رسول الله وكلهم من رسول الله وارتنصر غرفا من البحر أو رشفا من الدين يعني كل واحد على حسب حاله واجتهاده قال شيخنا السيد أحمد الرضوان حتى تكون حقيقتي هي البرنامج الكبير الجامع المحير بأسرار كتاب حضرات الديوان الإبائي وأكون المفيدة على كل من الفيض الأقدس يمبوح عين مادنة الوجود باللهية الزليل نبيك سيدنا محمد سيدنا مرانا محمد صلى الله عليه وسلم نقطة وجهي جمال حسن الحق المشهود المشهود باللهية الأبدين حتى لا يبقى على عين بصيرتي بل ولا على عين الآتي كلها من خيالات الباطل من شيء حتى تنهزن جيوش الباطل كلها وتنعدل لما جاء نصر الله والفنح دي طبعا فكرة من أحزاب سيدي أحمد برض الله أتعلم فيها طلب الاستبداد من روح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب المدد الحقيقي لكل مريد أحمده فلما طبعا الإنسان يعني يمتزج أو تمتزج روحه بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحي كل جوش الباطل ويصبح حقا من جميع المجل فلذلك بعدين الشيخ يقول ومتى اتصرت لسي السادات فقد ضلت عمك المدلات ودخلت جلة الشهود بغير حسابت هذا كلام الشيخ لله فيما يعني حصلت لهم هذه المشاهدة وحصل لهم هذا من انتزاج انتزاج روحي بروح رسول الله صلى الله وسلم واجمع بين وبي كما جمعت بذل روحي والنفس ظاهرا وباطما واجعل روح الاذاة من جميع الوجود قال الشيخ اضرعون والنصر والفتح هو الاجتماع الأعظم به صلى الله عليه وسلم فإذا جاء نصر الله والفتح بل والنصر والفتح هو الاجتماع أعظم في اليقظة والمنى الاجتماع أعظم به عليه الصلاة والسلام نسأل الله سبح وعلى أن يجب معنا رسول الله صلى الله وسلم ويجب روحا لثواتنا من جميع الججور أنه سريعا قريب ونجيل الطعام كما نسأل سبحانه أن يعقلنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما أعلمنا وأن يصبحنا علما وحبنا وأن يقعنا وإلاكم من الذين استغلونا بطولها وأن تغلونا أحسان أولئك من الذين أهلا 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 أنا رغب على تاتRe أن يشتغل اهلا نحن تاتRe تاتRe إن جزء تروح تحتم